الموهب الحقيقي ليليا بن شيخها يلي كلكم ناطرين عبر شاشتنا اليوم أهلا وسهلا فيك ليليا أكيد ملايين الجمهور والفانز ناطرين هيدا اللقاء وهياتك معنا بالستوديو اليوم وعالحرة وبرحب فيك وبرحب بكل الفانز وبدأ أعرف يطير في العالي كيف أصدقها يطير في العالي غنيتي وفيديو كليب أعملتهم سناء هي أول حاجة عملتها من يعني بعد تجربة سر أكاديمي كانت من إنتاجي الخاص عمل تونسي بحت فيديو كليب تصور زيدا في تونس ولقات أصدق من الأول لكن كانت الأوضاع في تونس شوية عندها ما ساعدتنيش بش الأغنية تتنشر أكثر لكن إن شاء الله بقد تربي تتنشر الكليب إذا كنت عم بحضره فيه طابع غربي وشرقي أدي الجمع بين الطابع الغربي والشرقي بالموسيقى ساعدك وصلك يمكن لشريحة أكبر كمان من الجمهور أديك أنت حريصة على هذا المزيج أنا كنت حريصة صحيحة على المزيج هذية لخطر أنا نغني الشرقي ونغني الغربي فحبيت نخرج أنا بلون جديد نمزج الشرقي والغربي مع بعضهم وهذا كان طلب من الفانزة خطر عارفوني نغني الحاجتين أنا نشوف تحدي هذية أنا نجحت فيه تحديت روحي بش نعمل حاجة مزيج كيفما هكيا والحمد لله نعتبر روحي نجحت فيها الحاجة اليوم هنغني غربي وشرقي ولا بس شرقي نغني وزول فينا نسمع مقطع من يطير في العالي بشكل يوميا يطير في العالي يطير في العالي يطير في العالي يطير في العالي خب الأصحاب لأمي مولدة والتبعة غلاب يمشي زمان ويجي زمان يمشي زمان ويجي زمان الدنيا جنة والناس حلو صوتك صوتك أوبرالي وأنت عم تدرسي اليوم الأداء الأوبيرالي صح؟ أو درستي؟ أنا درسته من قبل لكن ما كانش اختصاصي كان اختصاصي في الجامعة غناء عربي لكن السنة تشجعت وبدل يعني غيرت الاختصاص متاعي واللغين أداء أوبيرالي وإن شاء الله ربي وفقنا أداء اليوم لليا الدراسة الأكاديمية مهمة بمسيرتك الفنية؟ يعني أداء اليوم بتحرصك؟ أنا بعرف أن أنت لليوم بالجامعة عم تدرسي موسيقى أنا حريصة على شيء هذي على خطر أنا نغني بس ما أنك منتفي بالموهب والصوت الحلو؟ أكيد عندي نعزف نعزف عود وزيت لبيانو مؤخرا صرت نتعلم بيانو وأنا حريصة على أني ندرس موسيقى ونكمل دراستي على خطر يلزمني نسق الموهبتي ونتعلم برشا حاجات نتعلم المقامات نتعلم كيف نغير الطبقة وكيف نعرف روح ينغني صحيح ومش صحيح هذا الكل مهم وإنا نشوف إلي أي فنان يلزمه يعني يكون عنده دراسة أكاديمية في الموسيقى بش ينجم يكون فنان متكامل الدراسة اليوم وأنت بعرف منك أنه بدك تكملي للدكتوراه تحصل على دكتوراه بالموسيقى أيضا عم تاخد من وقتك من وقت وجودك على الساحة الفنية وانشغالك بالك بالفن والشهرة والأغاني والكليبات ولا لا مقصمة وقتك بطريقة صحيح والله صحيح أنا مقسمة وقتي قاعدا نحاول نوفق بين دراستي وبين حياتي الفنية وتواجدي على الساحة الفنية على خطر كيف ما التواجدي على الساحة الفنية مهم دراستي زدا مهمة مهمة الفنس طالبين كتير وكتير وكتير من الأغاني والأسئلة طالبين منك بيقولوا أنه أنت ماجدة صغيرة فطالبين منك تغني لماجدة الرومي وطالبين منك تغني لجوليا بوتروس وطالبين جزائري وخليجي فخلينا نبدأ بماجدة الرومي شو رأيك؟ أنا بعرف أن هي كمان مسألك الأعلى أكيد تفضل هي مسألك شو بلك تغني لنا؟ أنا شفت الفن كتبين اللي أنا معانتها جيت لدبي قبل معانتها أول مرة جيت لدبي على خاطر غنية بالقلب خليني وهي غنية ماجدة الرومي دونكن غنيها أنا حسورك بالقلب خليني وإيديك غفيني يا حبيب الروح بالروح خبيني مش تأغمرني حملني ضيرني بساحات عشاني الليل سهيني الليلي خدني بها الحلم وعلي الليلي غير بحبك ما تقلي نسيني الكون واللي ضلي 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 يا لو غاب كل الحب بعينينا ولو ده بشمس الليل أحوالينا اللي دني لاب بيدينا حبيبي 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 بالقلب شكرا لليليا في مشروع سفر إلى لبنان عم يسألوا الفانس والله حاليا لق الحقيقة لا بطونس عم ندرس بطونس عم ندرس كمانا في عم يسألوك شو مشاريعك القادمة وشو نوع السنجل الجديد الممكن تقدميه عم يطلبوا أن إن شاء الله هالسنجل تكون طربي فالسنجل من بعد يطير في العالي شو حيكون أكيد بإذن الله هنا ويعدتهم اللي بشيكون عندي معنطا في سنة 2015 معنطا بشيكون عندي تو سينجلز على الأقل وأكيد السينجل اللي بعد يتير في العالي بشيكون فيها اللون الترابي وإن شاء الله ربي سهل الإنتاج ما بيشكلك عائق بهالإصدارات أكيد لأن أنا يتير في العالي كانت من إنتاجي خاص لأنه لحقيقة ما لقيتش إنتاج أو شركات متوفرة معنطا عروض فخيرت أني نعمل على روحي وعنطا نكمل طريقي أكيد الإنتاج يعطل في الحاجات إن شاء الله اليوم من بعد مقابلتنا إن شاء الله يعني استوافد عليك شركات الإنتاج يكون وجدنا حلو بدون إياك تغني سينجل ترابي فشو رأيك اليوم بما أنه نكتير طالبين منك أغني طرابية طرابية نغني شي طرابية بستوديو لقلك شو طالبين يلا أكيد مرسي طالبين فيروز وردة قلبي سعيد أم كلسوم طالبين شي من هيدولي بتغني بغني قلبي سعيد قلبي سعيد ويك يا حياتي ويك يا حياتي قلبي سعيد فرحا فرحا قلبي تهنى أيوة تهنى بيوم العيد قلبي سعيد ويك يا حياتي ويك يا حياتي قلبي سعيد فرحا فرحا قلبي تهنى أيوة تهنى بيوم العيد حبك خلى الكون في عنايا أجمل عالم من حواليا وحبك خلى الكون في عنايا أجمل عالم من حواليا كلك ديت في جديد كلك ديت في جديد يا حياتي يا حياتي يا حياتي حالو كتير صوتك يا ليليا طيب شو هي أمنياتك بالحياة عم يسألوا الفانز وكمان مين قضوتك بالحياة ومين قضوتك بالفان ما ننفرق بين الاتنان شو أمنياتك أمنياتي أكيد ربي وفقني بش نجم نوفق بين دراسي وبين حياتي الفنية ونكمل أكيد نتمنى نكمل ونولي بين بين الأسامي الكبار في الفن إن شاء الله يا ربي إن شاء الله استاهل عايشك ونتمنى للناس اللي حبتني تقعد دي ما تحبني ونكون دي ما مشرفتهم وأكيد نتمنى نكون مشرفة عائلتي مثلي الأعلى في الدنيا هي أمي ومثلي الأعلى في الفن هي مجيد الروم حلو ألي خليلك أمك وإن شاء الله مجيد الرومي تضلى منورة الساحة الفنية أيضا دراستك قلتلي أدي أوبيرالي وما ممكن تفلي من استوديو اليوم بلا ما تغنينا هيك شوي بس بدنا نعمل ضجة يلا نحنا مستعدين موسيقى 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 يمكنك أن أطلب منك بعد أن تغني شيء؟ أكيد خليجة لا، لا يمكن أن يخلص الوقتنا لا يمكنك أن أسألك سؤال بسر أكاديمي خرجت من سر أكاديمي أكيد حاملة معك الكثير والكثير والكثير من الذكريات ولكن عندما قفت قدم الكاميرا بكليبك الأول أكيد كان هناك إحتراف أكثر؟ أكيد حسيت أن اليوم بدأت ليس بسر أكاديمي؟ أكيد السر أكاديمي هي كانت تجربة باهية وإكسفيريانس باهية حلت لي برشة بيبين وما كانش لازم لازم أني نوخر لازم أني نقدم دونك تجربة أني عملت فيديو كليب وغنية كانت أول خطوة ليا وحسيت يعني اللي أنا بديت نحترف وقتها بديت أنا نحترف في الفن لأنني قبلها ما كانش عندي حاجة خاصة بي في السوق في السوق ولا في الساحة الفنية ولا حاجة دونك أحساس به برشة ويلزمني نكمل وننصح أي عبد كيفي أنه يكمل ما يقفش تفضلي نخسي خليجي يا أهل الهوى كيف المحبات هون كيف النوى يقدر يبكي العيون ترارارارارارا يا أهل الهوى كيف المحبات هون كيف النوى يقدر يبكي العيون نظرة حنين وحلى سنين نعشناها نعشناها عشناها يا قلب الحزين مقدير 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 يا قلبي العيني مقدير مقدير وش ذنبي أنا مشاوير وتمدي حياتي مجدير وتمنى الهنى مجدير مجدير لليا سلم تمت بمختصر شو بتقولي للفانز اللي هلأ كتير عم يحضرونا بكترة بمختصر أكيدا قلهم نحبهم برشا وميرسي بكو على وقفتهم معايا خاطر بالحق عندي قاعدة جمهرة كبيرة وكلهم يقفين معايا وكلهم حبوني وشجعوني شكرا لك لليا بن شيخ شكرا لكل الفانز اللي بيحبك كتير وأكيد دايما